وهذه المناظر من جبال مصاليخ برانيا في مغرب 9-3-135 الفجرة مع تحيات الفقير إلى الله دحم الحمد وهذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة فنتوجه إلى الله بهذا الدعاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم احفظنا القائمين واحفظنا قاعدين واحفظنا راقدين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض اللهم يا حياء قيوم اللهم يشي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا حياء قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم غيثنا غيثا هنيئا سحا غدقا نافعا غير الضار اللهم اسقي البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم يا حي قيوم اللهم اكفن بحلالك عن حرامك وأغنيه أضلك عن من سواك اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أرحم هذه الناقة اللهم انزل علينا وعليها وعلى جميع المخلوقات الرحمة اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة فارحمنا رحمة واسعة وارحم جميع المخلوقات وقبل ختام أذكركم وأذكر نفسي بآيتين من آخر سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسهى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراء كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذه المناظر من جبال مصاليخ برنيا في مغرب تسعة ثلاثة الفرمية وخمسة وثلاثة هجرة مع تحيات الفقير إلى الله تحية محمد بحضر الأخ عبد الرحمن ابن فهد بارك الله فينا وفيه وبالختام أستودعكم لله الذي لا تضيع الدعاء